13 ثانية بعد ما أكل نوكاوت وهو عم بياكل ضرب ووجه على الأرض يعني صباح يعني صباح وعلى الأرض هاي مفروض أول ما لمس الأرض يوقفها الحكم قعد فوقي وبوف بوف 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 وراسه عم بخبيط على الأرض وبوف نام ورجع صحي ونام ورجع صحي ونام ورجع صحي التعن تلتفيسه يا زلمة ماذا طبيعي اللي صاحبه؟ مين كان الحكمت؟ يا مسائل ورد والاسمين عليكم يا شباب ويا صبايا أنا الطارق وهذا عيمن وبنحب الرحل فيكم بالحلقة 176 من هوشي MMA حلقة اليوم حتكون كل ما يتعلق بالحدث تبع UFC Austin اللي صار مبارح حلقة اليوم طبعا برعاية ستارس بلاي اللي فيكم بدو يحضر UFC الأرشيف بالكامل النزلات اللي صارت واللي عم بتسير واللي راح تسير البيبر فيو والنزلات العادية المرقمة وغير المرقمة طروري تنزلوا تطبيق ستارس بلاي طبعا غير عن أرشيف UFC عندكم كورت القدم السيري آ عندكم الكريكت عندكم الرقبي عندكم أجمل المسلسلات أنا حاليا مدمن على باور واحد من أرواع البرامج برضو اكسكلوسيف لستارس بلاي فإذا حابين تتابعونا وتتابعوا كل هالبرامج والأفلام والمسلسلات والرياضة نزلوا ستارس بلاي طروري مع كل شيء بالعربي إلا اكسكلوسيف يعني اكسكلوسيف حصريا حصريا ليش؟ عم بحضر باور بكير رايزين كينن لا مش الأصلي الأصلي أحلى واحد لا رايزين كينن رحيب ولا بتقارن رحيب ولا بتقارن لا أنا كتير بحب هذا الأصلي؟ اه طبعا كذب والله حضره كيف كذب؟ خلاص أنت بتكذب بشكل عام لماذا تكذب؟ ما بعرف ليش بتكذب؟ لا شوف انت بتشوف انت عنده شهو شرير كينن بالأصلي اه حالا رايزين كينن بيخدوك بكيف هم عاملين في ستارس عاملين شيء اسمه باور يونيفرس فعم بيورجوك كيف هو صار هيك من أيام طفولته وهو الأمه كانت الشريرة اللي خلته هيك يصير شريرة؟ لا الله شريرة وغراندايزر صار اه اه كثير شريرة أمه طيب شخ بارك تمام وين كنت عم المتيجة هون؟ خبر خبر الجمهور وين كنت؟ ماشي عالتسهيل على هالدوار السيارة طبعا مستأجر هالسيارة لأني بعت سيارتي وعم بستنى أجيب سيارة جديدة فسيارة أجار ولا يطلع لي مكينة هيك شكلها شكله كان ستارتر موت موتور نص الشارع نص الدوار فقع علي العجل بس ما أصر شي تاني الحمد لله نيح ما كانش من حدا براي آه أكيد حظي أكيد طبعا أجيت لأخي قاعد بسيارته بتطلع بشركة التأمين رفعت له إياه وغيرت العجل ركبت له العجل اللي جدلت له هلأ لحبني على الستوديو أهل ما تروح علينا مستشارة طبعا طبعا طريق لا حتى شو بيسموها هاي مثلث مثلث مكان فيه آه بس منطوبز هيك السيارات جاي شايف اسبع خف منظر حلو هاي خف إيمان كن برق طلع هيك ألاقي سيارات قلت أكلنا هوا الحمد لله إجت عخير الحمد لله على السلام يا سيدي الله يسلم شو عدورية الشغلة هاي السيارتك أول شي هلا هاي الحمد لله طيب المهم بدي أخش أنا هلا بالإفنت عشان فيه كتيرين حكا بدي أخش الحدثة باع UFC Fight Night داريوش ضد تساروكيان أوستن داريوش ضد تساروكيان اللي انت ما تنبقت فيه ولا نزال صح جيبتهم انت كلهم بغلط كيف مش قلت أرمن حيخلص كيئوه انتو مش كيئوه معادة اللي أنا وإياك اتفقنا عليهم اللي هي أهم شي كل إشي داريوش أنا صارت أهم شي هي أهم شي أهم شي الباقي كله غلط يا أخي اسمه كله غلط أه أول مرة بالعادة انت دائما الغلط أول مرة لا لا أنا ممكن تيجي معي واحدة انتين بس مش كلهم لا المحدث الرئيس أهم شي كلهم غلط لا جيلين تولي صح وتساروكيان صح ما لا انت حكيت جيلين؟ أه ولا متذكرك حاكي بوبي جرين؟ لا مش مشكلة بمشير لك وقتلك ركمة كمان تذكر طب يلا بلش لي هلا انت من النزال الرئيسي تلحدث الرئيسي يا زامي انت التاني جبت أنا اتنين غلط جب السلفقة هيدو وفنت غلط جبت بريدي وقاس طلاق غلط بس بينما سألتك عنهم بصدك أنا ما سألتك عنهم أنا ما سألتك لا أنا ما سألتك لو سألتك أنا وكانت كنت عم بمشاعل هذا مش انت طب حكي لي هلا على النزال الرئيسي شو كان رأيك باللي صار؟ شوف قلتلك أنا انه رح تخلص كيئو لا أظني انه تساروكيان رح تيجي صدمة وكل حدا مستهين ببنيل داريوش ضليتك قلتلك انه تخلص كيئو وأدمع قلتلك حتى تخلص بسرعة ما توقعتها لقد بسرعة تخلص 64 ثاني من الجول الأولى أرمند سوروكيان خلع ركبة نص صباحه بس أجد شوية بلوك لبنيل داريوش ناصر وكمل قبل ما تنزل إجروا على الأرض كمل بهال رايت ستريت أوي أوي هذه تعتبر نوع من أنواع السوبرمان ما بعرض لا مش سوبرمان هلأ شوف انت اللي ما بترمي السوبرمان عادي بترفع إجرك وبتضط والإجر اليمين بترمي لورا مع الإيد اليمين راح لقدام فهي تقريبا إني الركبة حولها لسوبرمان لا لا بس الركبة ما إجت صابت هون في الكتف لا لا إجت صدها بس ما كانتش نظيفة مش نظيفة لا بس اليمين اليمين وبعد نكمل طبعا جراند ومان شوف أول ما بلش النزال يا أخي البودي لانجوج تبعهم حركتهم بال بالقفص الثقة بالنفس اللي كان عندها هاتساروكيان طول يعني لما نبنى نفايت وما قبل الحدث حسيت إنه حيصير إشي هيك الزلمة جاهز جاهز لو نحط اسمه مع the best of the best هلأ نحط top 5 ولا ما نحط top 5 هلأ بطلع top 5 خاوة عنك بنحط top 5 سبعيت شو حكي بعدها قالهم لما سألوه المؤتمر الصحفي قالهم لو أنا ما عملت اللي عملته لو راحت خمس جولات حكا هيك هو حكا ولو فاز decision فكرة كان حكا ما بستهل قال لو راحت خمس جولات ما بعد ما بعد الحدث سهل تحكي هيك قال لو راحت خمس جولات كان صعب ألائي حالي إني أقدر أقولكم إنه أنا المفروض تحكي هيك أي حد مصموخ بحكي هيك فهذا لا لكم تعمل بحكيه أكيد هو أكد على كلامي ما أكد شي يزب أي حد بحكي هيك حكا لي أنا حكيته بس أي حد فاز هيك بحكي لازم عشان هيك أنا خلصته بعد الحدث سهل تحكي هيك لو فاز سجن كان حكي نفس الشي حكي أنا حكي لا أنا أنا خويت كل راوند وبستاهل شو مكان كان حكي هيك لا لا شوف ثلاث وثفق معي لو راحت معه خمس جولات لو راحت معه خمس جولات وأخذها قرار حكام ما كان ما كان هنحكي اللي هنحكيه أول شي ما بوافقك ثاني شي مش هتفرق عشان اللي قلته أنا صار لا لأنه بيظل أوليفيرا ساعتها ايش هو ضد أوليفيرا بيظل ساعتها أوليفيرا وإسلام هلأ بيفشق أوليفيرا هلأ طيب طيب هلأ أول شي أبن نحكي عن أرمان بنيل شو بيصير معه تقاعد ولا تحطه مع واحد زيدان هوكر خير كنا بنحكي عن بنيل لأنه يقدر لإسلام قبل سنتوش لا إحنا عمرنا ما حكناها لا قلنا أصعب اختبار أصعب اختبار لإسلام أبدا مش أصعب اختبار لإسلام شو تسوي مع بنيل داريو شو الله ما بعرف أنا أنت بتحكي على واحد يعني كان المفروض يلعب على اللقب خلو نكون صريحين كان المفروض يلعب على اللقب شوف في كتير ناس هيك عملوا تمانية على التوالي تسعة على التوالي عشرة على التوالي طلع على أمثال توني فرغسن 13 على التوالي ولا عمره أخذ اللقب أخذ اللقب المؤقت بس وفيه غيرهم كتير هيك جوستن جيتشي داستن بوريا ما أخدوا على لقابة دول وفازوا كتير على التوالي بنيل داريوش أكتر واحد فاز هيك على التوالي تسعة أو تمني وراء بعض وهيك صار فيه هلأ ولا عمره حرجعب على اللقب مرتين وراء بعض خلاص لا عنده الشخص المشكلة ما فيه إشي مساعده وإشي الوحيل اللقب المساعده هو تقنياته وقدراته وإنه فاز تمني على التوالي هلأ ما أشي حيساعده ما عنده الشخصية حتى تساعد حتى طريقته على المايكروفون ما بعد الحدث ما بتساعد طريقته قبل الحدث ما بتساعد ما عنده هالناس مش مش ميتين عليه عرفت كيف هلأ أرمان تساروكيين صار نجم هلأ استنى ضرب لي بركاتك شو ما بدي أجاوب سؤالك شو بتعمل البنيل حط مع دان هوكر بتحط مع أمثال دان بتحط مع أمثال متايوش متايوش آه بتحط مع أمثال شو متايوش قامرت معنى مين روحت انت شو متايوش قامرت شو اسمه الفرنسي شو متايوش قامرت شو دخل متايوش قامرت خلي يعني إن هو اسم كبير فبدك هلأ تعطي أسامي يا زماتيش قامرت لازم يعني هو اللي بعد أرمن على اللقب شو بتخلي تحكي قاعد ممكن لا مش ممكن بطبع هايك ما بتضلكاش تلغي أوليفيرا يا عيما يا أخي طيب بس هدول للتلاتة ما بتحكي فيهم عن نفس الفئة تاعت داريوش نزل تحت كثير أنا المقصود شو كان اسم الفرنسي هو بنواسندني بنواسندني أنا المقصود إنه بنيل مع إنه هو يعني عمره ما قدر يوصل لللقب بيظلوا اسم كبير وبيظلوا امتحان كبير فإذا انت فعلا عندك نجوم هلأ بدك توصلهم لهاي التوب فور توب فايف بدك تبنيهم على حسابه وش دخل بنيل وقامرت لعبوا مع بعض وفاز علي بنيل ليش يعقية دوله أنا أصدي هاي الأسامي انت بتحكي لي شو بتعمل فيه سين ديني قامرت ما بعرف بتفاهم علي بتعطيه هاي الأسامي قامرت فازع في زيف صاعد فوقه غلقه مش صاعد تحته هلأ بنيل كان أربعة بكرة خلص هلأ بطل أربعة بكرة بنصحة من لاقي ساروكين أربعة أو تلاتة أو تلاتة بعد أوليفيرا يعني أوليفيرا وقيتشي شوف سين ديني وقامرت لسه قدامهم كبير سنة قامرت رقم ستة يا زلمي عم بحكي اللي لسه قدامهم سنة سين ديني مش طوب تن مش عشان إشي ليش عم تخيرهم يبقى سين ديني برفكت يبقى سين ديني برفكت متكبر اسم سين ديني على حساب بنيل بعطيك سين ديني هيني جواب سؤالك ما بوفق أبدا 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 ليش واحد ماكل 2 نوكاوت سيكو ربعات ماكل كتلة ما بتبني اسم حدا عليه ولا حدا للعكس لو فاز عليها حدا مثل سين ديني هل تشوف مين أعطوه واحد خسران نوكاوت بستين ثاني وخسران نوكاوت من شوزة أولفيرا على اللغة على بعده لو خسر مصيبة لوز لوز إله هو لوز لوز لللي بلعب ضده لا لا آمان ما بتكبر اسمك إذا هيكسر فيه في 224 لا ما بتفع معك ما بتفع ما بتفع معك إنه انتصار على بنيل دريوش ما بيعني إشي بعد هدولة 224 حتى بعد هدولة لا ما بيعني إشي حتى بعد هدولة لا 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 شو فايدة شو فايدة تعطيه هوكر هوكر نفس الشي نفس المصيبة طيب التنين التنين اتنين لازم يطلعوا منهم مصيبات بالزبط ما بتعطيه واحد صعد سعوده وخسران تنين وربعض هيك هيا أنا وها هيا انت شوف متوقعة شوف هلا شوف بني 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 أعطوه هلا وشوفه مش هيلعب فترة إنساسو تشهر بس لما يلعب حيعطوه اسم واحد صعد طيب شارت شارت اعطيني الاسلام اللي بدك إياهم انت انت مش ماتشميكر ولا عمرك حتى سين ديني سين ديني طيب او واحد بين هذا النمط صغير شو بستفيد سين ديني صعد اسم فازها اسم كبير بطل اسم لا بضبط لما تاكل ب60 ثانية الواحد كان رقم 8 اللي هو توني فرغسون اللي ماكي الكتل اليوم الكتل خسران خمسة من آخر ستة يمكن فرغسون إذا مش أكتر إذا فرغسون هو فرغسون بيضلوا اسم بتقارن قاعد فرغسون ببنيل داريوش دعم تحكي اه وهو ينزل همين كيف وهو خلط انت بلحكاش معه واحد 8 فاين ستريك 9 فاين ستريك التاني طلق اه اه ماشا بنيل اسم مان ماشا ماشا انت اللي حكيت توقين فيه ناس بقول لك هذا حيفوز على اسلام مالا هذا قبل ما هيقل كل الكتل بقول لك بضلق خلاص المحها هلأ مش هيك مية بالمية هيك بنواسن دني مين ناكسد أصلا بعد مفاز عمات في رفولة هاي هي بده البيلج تقطيع اسامي زي الناس بدك توصل للتوب 5 توب 6 توب 10 توب 5 توب 6 توب 10 اه بدك تعطي اسم كبير غيتشي و بوريا انسالياهم أوليفيرا انساليا ساروكي انساليا تعرف مين هو هذا الاسم انت مفكره بنيل مايكل شاندلر انت تعطي واحد مثل مايكل شاندلر هلأ بنواسن دني هاي بكبر عليه اسمه رائع مش فضيلك عنده كونر ما حتصير كونر اسبع ما حتصير غيتشي على الاغلب عنده اسلام ياهو يا يا أوليفيرا ليش عم تكحش أرمان ساروكي هذول تنين انسالياهم ليش عم تكحش ساروكي بابقول لك الصعب هلأ انه ساروكي المفروض سأله دينا وايت عينك عينك هلأ انت الهم بقراري صار صعب صار كتير صعب الهم بقراري صار صعب اوكي فما فينا ان احنا نشيل الاحتمالية او نلغي الاحتمالية انه أرمان يلعب على اللقب ناكس عنده مسيرتين يا على اللقب عطول يا كمان واحدة كمان واحدة بعدين على اللقب كمان واحدة مثل الحادة زي دستن بوريا مثلا اه بقول لك كمان واحدة ما في غير بوريا تعالوا نشي بقول لك كمان واحدة لانه بدهم جيتشي ما في غير بوريا بدهم جيتشي انا مش تحمس عليها جيتشي ولا انا رح يمسرح فيه الأرض بس فيها فلوس انت فكر فيها من ناحية مبيعات ما تفكر فيها من ناحية انت شو بدك نشوف ولا مين كف كف هو يلعب مع مين طب لو عملوا مثلا مين تبيع اكتر حسب وين لو اه حسن يس لو تعمل أرمان سارويكن ضد اسلام بأبو ضبي مين فكرة تلاتة الواء على عالم بدهم يشتروا ويحطوا في اي بي حقه خمسين الف درها مين بدهم يشتري اكيد رح يكيفوا على أرمان سارويكن اكتر من لو عملوا أرمان واسلام في أبو ضببي او حتى بالسعودية من ناحية اتندنس يمكن ايمن بس من ناحية بي بر فيو جيتشي واسلام اه جيتشي واسلام عشان هيك بدهم جيتشي واسلام لانه فيها فلوس اكتر من سارويكن واسلام طيب خلنحكي قيت شي ضد إسلام هلا على اللقب مثبته خلنحكي 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 ليش ما نحط أوليفيرا ضد ساروكين ساروكين و أوليفيرا هاي بتكون نار تبتخيل هيك أربعة فايتس وربعات أو أربعة مقاتلين يلعبوا فايتين وربعات آه بس كتير بعد ما اتشاب لأوليفيرا هاي خطرة لأنه ساروكين مستقلوا زي إسلام برضو برضو خطرة لأن أوليفيرا ما بتعرف شو كان يعمل صعبة مان مان أوليفيرا شوف هو تساروكين النمط الجديد مش الجيتشيز والبوريز والشاندلرز وهدول مان تساروكين هو شبه إسلام كتير صعب على حدا زي أوليفيرا مع أوليفيرا مش هيخافي يلعب مع أوليفيرا آه وهو مش هيخافي ينزل مع أوليفيرا على الأرض معا هي عنده جراندوم بام بخوف أول نزال له في اليو أف سي ليعب مع إسلام ونزل إسلام كان عام 22 سنة سجل تيكداون على إسلام كان عام 22 سنة أين تسجل تيكداون على إسلام أقول لك من نفس النمط نفس الجيل أصار بكتير لا مش بكتير 5-7 5-7 أه إسلام قديش 5-11 إسلام 5-11 آمان لا لي ل ل لم يعني ما شوفتم ماشيت جنبك في القتيل آه مش طولي لي ليك أنت 6-1 لا ما اللا إسلام لا 5-10 لا 5-11 تعب تحكي يا فرأة.. فرأة ثلاثة إنش على نفس الوزن سروكين أصير دريوش كان ط Ulropa منه كمان كان بعضه نفس طول هذا اللي بقول لك يا بان بتفرش بحاسه صغير على الفئة بحاسه صغير على الفئة صغير 5'10 اسلام 5'10-5'7 3 انش دفرنس طيب ولا شي ما ندري أنت 7 سنتي يزال محجتنا بتحكي 3 انش 9 سنتي 10 سنتي بس شو فاره معك انت بهيك ستايلز شو فاره معك فيه منه شو فاره معك محسوا بقدر ينزل فيه الويت لو بده بعدين شو الريتش تابعه شو الريتش تابعه اه لا ادينه زي القرد طيب هاي هي بتعمل الفرق مش الطول ما بعرف يا انا بقول كمان واحدة الريتش تابعه اكتر من الريتش تابع اسلام اه بقول لك ادينه 72 انش واسلامة 70 انش ادينه زي القرد اه زي الغريلة زي بافلوفيتش اه اه ارماند ساروكيان اكتر شيء يعني اللي لازم تسير با 2024 لو تقول لي بس فيك فايت واحدة تتمنى تسير كل شيء تاني ما يسير ارماند ساروكيان ضد اسلام مخاشف ما عندي احساس انه مش هنشوفها لا لا حنشوفها مية بالمية مية بالمية بعد هيك فنش بما عنه لعبوا ضد بعض ومسك الماكروفون وحكا اول نوك ايماوت فرست راوند كارا اسمان عمل كل شيء صح حاسهم هيعملوا جيشي اسلام الاول او حتى اسلام اوليفيرا ما اسلام اوليفيرا انساها بعدين حرفوت على رمضان بعدين ابو ضبي اذا كانت اسلام او يعني ممكن ممكن يحطوا بالسعودية شو هيصير ما توقع حطوا في السعودية يحطوا اوليفيرا ليش معنا هم حكوا فايت نايت هم حكوا اللي هيعملوه في فايت نايت يحطوا همين اوليفيرا ضد ساروكيان السعودية وتعمل انت برضو اسلام وغيتشي الفايز مع بعض عطول بعد ستة شهر وبالله بي شب عشر امن ممكن احسن سيناريو ممكن يصير صار مع عربان سورك احسن اش ممكن يصير صار احسن اش ممكن يصير صار بصراحة هيك فنش بستاهل عليها بس لو اي اشي تاني كان دخل في الحق بس بدك تعطي برضو ترفع القبعة لبنيل داريوش ما في اي واحد من كل الفئة هاي كان بده يتنازل يتنازل ارمان سوركيان كلهم مغطرة شو وطنة شو ما عبدهم اول واحد توب فاي بحكي يس عن الفايت هاي طبعا دفع الثمن بس بدك ترفع القبعة عملها تشفى عليه تشفى عليه مان لانه لو عنده اسم اكبر شوي او عنده جمهور اكبر او بيعرف عنده شوية شخصية ما كان يكسر فيه كان زمان لعب على اللقب اه بس ما انت شفت بعد ما اكل الكي او يعني ارمان سوروكي ينروح ويتغدى ونام صحي ويشرب له كاستين شاي هداك بعده على الارض مش كي او اللي اكلها طيب نرجع على النزال الابليه هالكومين افنت بالله عشان نحكي عن الكي او يا لطيف شفتنا بوبي جرين ضد جيلين تيرنر طبعا جيلين تيرنر اجا قبل بس تسعة ايام اعطونا تسعة ايام كان مفروض مين يكون بالنزال هذا دان هوكر دان هوكر كسر ايدو كسر ايدو نفس اليد اللي كان كسرها اخر مرة كسر ايدو فحطوا باخر داية او اخر تمنت يام جابوا جيلين تيرنر طبعا منظروا على الميزان كان مثل الزبالة اه اكيد بس خلص على بوبي جرين بالجولة الاولى بدأتين و اربع ساعة و اربعين ثانية اول شي طوله هذا مش طبيعي للفئة هاي سيكس تري طوله مش طبيعي هاي للفئة احنا كنا نفاكين دان هوكر الطويل اه لا اطول منه اطول منه بثلاثة انشز اه اطول من هوكر اه والريتش طبعه مخيف سريع اولي 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 شو رأيك بتوقيف الحكم هاي مصيبة معني الله صعب وعمرك شفت توقيف ازبل من هيك لا هلأ اقولك لا بديش اقول لا شفت ما تسألني اي فايت شفنا شفنا غباء انا ما شفت شفنا غباء ابل هيك انا مش هلقديه بس هذا من اسوأ اسوأ احكي للجمهورة احنا احنا شو بنحكي عشان كونهم بهمين شو بحالة طيب جيلين تيرنر ضرب بوبي جرين سترايك بايدو اظن دايتين و 11 ثانية ايجت هون لا دايتين و 23 ثانية هون او هون ايجت انت تيمكن هون اه عوجه عصباحه شفتنا طبعا اجريه راحه بوبي جرين وصاري هزه 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 امت صارت هاي دايتين و 23 ثانية من الجولة الاولى امت توقف في الفايت بعدها بممكن 20 ثانية بعدها ب13 ثانية ضلب و ضرب 13 ثانية واحد ضربة 2 3 4 5 6 13 ثانية بعد ما اكل نوكاوت وهو عم بياكل ضرب ووجه على الارض يعني صباح يعني صباح وعلى الارض اي مفروض اول ما لمس الارض يوقف الحكم اهلا قعد فوقي وبوف بوف 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 وراسه عم بخبيط على الارض وبوف نام ورجع صحي ونام ورجع صحي ونام ورجع صحي التعن تلتفيسه يا زلمة اش طبيعي اللي صاحبا مين كان الحكم اذا ما هذا لازم ينترد ولازم يرتفع عليه قضية ولازم ولو عمره يدخل مش بس على التحكيم يدخل على اليو افسي ويدخل حلب في حياته هذا ينضب البيت بقص ايدي اذا ما شفنا الاسبوع الجاي لا لا ايدي بقصها اذا ما شفنا الاسبوع الجاي انا اقول لك شغلي انا لمقاتل وشفت اللي شفته اليوم وبعرف انه هاد رح يكون بيفنت انا فيه ما ببقى لقاتل مش بكيف غصبنا عنا ولا بكيف مين ما ببقى لك شو ما بدي اليو افسي هي اللي بتحبت بتفعولي يجي ما بدي شو كيفي طبعا اه ساعتها اه اذا انت مستعد تضحب اه اوكي يزم هاي حياه موت يزم معنا مصيبة هلا لو بكرة بعد بكرة رح حمل اكمل اكمل سكان او ام اراي او سي تي وتبين عنده تنفق الدماغ وشو بدهم يعملوا فيها كاري هادلي هذا هو مش حكم سيء حكم زبالة لا بس كاري هادلي عادة مش سيء مش فرا بعد هاي جدا سيء شو كان عم بيشوف سكران مدخن له شيء ماكله شيء مش شاي شو كان عم بيشوف مش عارف با يزموا راسه عم بيطجج احضروها لو ما احضرتوها اثنى عشر ثانية هو بتطلع هيك بوه راسه عم بيطجج على الارض حسيتو كان عم بيفكر انه يعني شو رأيسنا اليوم في خبز في خبز في التلاجة ايه لازم ما ما بعرف ما ما بعرف ما ما بعرف هديش عمرو الفصم شعر ما لو اشي ما حسيتو سرحان مش بركز بالعب بسير بانا اكل ضريب هو على الارض بابي جرين هيك راسه تحت يا زم انه ايش كان ممكن يسوي خلنحكي خلنحكي يا اخي خلنحكي يا اخي انه ما كان مغم عليه وما كان ملتع تنتفيسه انه كان صاحي راسه عم بيطج على الارض بس صاحي شو ممكن يسوي يخلع راسه ورا هيك ايش لو يسوي هاي هي التوقيف اول ما نزل على الارضه اعمل الرأس هاي هو شوف لما ضربوا لما ضربوا هي كانت هوك صاح هي كانت هوك اللي ايجت على الارضه هوك اه شبه هوك رجع الورا يعني كان واقف على اجريه لمدة خلينا نقول ثانيتين بس بعدين لما اجريه اختفوا من تحتيه ونزل طب عبوزه خلص من هذا واحد اغم عليه مش بس يكريكي بفوق مثل الحصان من وطاق طاق طاق مش فاهم مفروض ما اضحكي حراما وبعدين بعد النزال بعد شي خمس دقايق قام بوبي جرين بده يسلم عليه عم بتلسه عم بترقوص اعم حد السيارة هذا مش هذا لو ضلوا مكمل مصيبة 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 انا ما شفت هيك شفت كتير عاطلين بس مش هيك لا احنا شفنا شفنا زبايل مش هيك مش هيك شفنا زبايل مش هيك شفت انا شغلات مثلا انه خلص شوف التاب ليش ما عم بتشوف التاب كسرت ايد اوكي اما هيك ضرب على الدماغ مع عشر ثاني وانت بتفرج عليه مثل سطل مثل الطبل طوبس وطلع هيك شو عم بستنى يا زناني حسنته صرحان والله قاعد عم بفكر بالشوبنج لست تعتهم في الدار شو بنا نتغذلين فيهم قلوبه غريب كان طبعا جيل انتونل لما فاز شفت ضحكته مش قادر يوقف الضحكة اكيد من الذان للذان ها هيك هم من ذانه لذانه كله سنان هيك طقم سنان طول البرس كونفرنس كان خسران نزلين الاول لمتيوش غاملوت الثانية لدان هوكر حلق اللي كانت مع متيوش كانت كتير قريبة مع دان هوكر كانت حرب بس برضو خسرها يعني شو اسمهم فهو كان يعني على طرف انه يحصل انتصار كبير ضد اسم كبير مضبط وبصراحة احلى من هيك مافي يعني ضد بابي جرين وتاخدها في الجولة الاولى في نص الجولة و تي كي او حلوة انت لترجع بصارك على الطريق الصحيح فاهم علي حبيته فايت حلو كان بابي جرين كان بابي جرين بحب يستعرض بحب يكون بهلواني بنزل ايديه برجع راسه لوراه وعم بترأواس هاي الحركات حلوة جميلة تعطي الجمهور اشي يتحمسوا بس عرف راضي بس خطرة عرف راضي يعني الاساسيات احنا بنحكي بالاساسيات لسبب يعني اللي قبليها انا لصدمة العمر اول شي شفنا لا الاب اللي قبليها صدمة العمر هاي مش صدمة العمر روب فونت ودايفيسون فيجاهيدو طبعا انا كتوقعت روب فونت يفوز لعدة اسباب بس يعني الخلاصة كانت انه فئة جديدة لديفيسون وروب فونت اكبر شوي جسديا البوكسين طبعا مخيف وصعب يتنزل بس شفنا ديفيسون فيجاهيدو فاز عليه بلعبته اه يدري نزله اوكي روب كتير شاطر يجع يطلع هاي هذا تحسن على اخر مرة بس هو بشكل عام شاطر اخر مرة كانت مزبلي بس بشكل عام هو شاطر لا لا خنقل صراحيين هو واضح انه روب فونت بعد اخر نزال اولو اللي كان مع اه مع كوري ساندهاجر كوري ساندهاجر كان عم بلزله عراحته يعني كوري ساندهاجر كان عم بقولك انا منحبب اسجل تكتاب ونسجل تكتاب لا ازهيئت مسجل تكتاب هاي كانت مع كوري ساندهاجر كوري ساندهاجر كبير واحد متل الفقي هيدا لا لا بس انت شوف الاساسيات انه انه انت بس بس والله تعمل سبرول لما بتعمل سبورولد تحاول تركب الاندر هوك لما يصيدك على الأفص تعبل الوزر وتمسك الكوع الخارجي وتلف لورا فاهم يعني كان فيه اساسيات معدومة في الفايت تبعه مع كوري ساندهيغن هاي المرة شفناها فشوية أنا بدي أعطي يعني هنحكي عن فقه هيدو انه انت تنتصر على واحد بهذا الاسم بهذا العمر بعد ما تطلع من فقه انت كنت أقل منها يعني هي إنجاز كبير لفقه هيدو وانه القوة تحتك تظلها محلها برضو إنجاز كبير الباور تبعك تظل معاك بس شوية نحكي فونت فونت بصراحة أنا كتير انبهرت بالتحسين اللي قدر يعمله بهذه الفترة القصيرة بس أنا أبدا ما انبهرت بالسترايكين تبعه حسيته بطيء جدا حسيت البرسجن تبعه كان مش متل ما بنعرفه متذكره كأنه خايف من بعد ما حس قوة هذه الحس الأكية هل هو هيك لسبب أو هل هو صار معه هيك خوفا من التاك دام شوف رجعت حضرتها مرتين بس حتى قبل ما ينزله أو يورجي قوته ما كنت مبسوط بالحركات اللي عم بيعملها الفوتورك تبعه مش زي قبل الوانتوز تعونه بطيئين ما حبيت ما حبيت السترايكين تبعه أبدا ما بعرف هل هو خلص وصل لآخرة مسيرته هل صار إشي ما بعرف بس ما حبيت أبدا أداء تبعه إلا طبعا أداء بس هلأ شو بتعمل إنت مع ديفيسون في قريده هلأ ديفيسون بطل سابق بالفلايويت فإنت شبه مجبور إنك إسمه أحد من الآخر اختصرني مين بدك تعطيه بيتريان حلوة فيش غير أبطال سابقين الاثنين تعطيه بيتريان بيتريان رقم 5 برجحيان ترجحيان آه آه أنا برجحيان برجحيان من البنت مويت برب سهودو ساندهيجين بيتريان مالونفيرا سونيا دون راب فون دومونيك كروز بدرون منيوز حلو آه ساندهيجين وعندك نور مقوميدو ما تنسى آه من أوسمن أومر أومر آه 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 فئة آه بس أنا اليوم اسمع بعد الماين إفنت أنا الي هلا برجح بثبت لك وأكد لك إنه اللايتويت أحلى فئة لا آه من مية بالمية مان مان طلع على هاي شارلز وليفيرا اسلام مخاشف آه جوستن قيتشي داستن بوري الأسامي مايكل شاندلر غامروت فيزيف أرمان آه بنواسن دني جيلن تورنر تدر الأسامي عم بطلعوا مان خبصة حلوة أنا بقلل السمع المئة وسبعين مئة وسبعين شفقات كلهم ما شفقات و إيان غاري بس شوكات إيان غاري بلال آه لا بولك سعادين أنا كولبي وسبان ما أتقال مع أسامي بحسها أكثر يوشون بريدي آه مورايس طيب مورالس طيب ارجع لي هلا شوي عشان في أسامي ارجع لي شوي هلا طيب داستن انت توفقني لازم تعطيه بيتر يان بيتر يان أو حدا قريب من بيتر يان ما مضلش حدا مين ضل حتلا نشوف بيتر يان سهودو سهودو حلوة بس سهودو مدربو كوري ساندهيجن ميراب لا بيتر يان سهودو مدربو منفعش دربو أزل درب الصحبة طيب منفعش مش حيل عبدالضعب بيتر يان فيش غير ما لنفعش حيل عبداللقب مضلش حدا ميراب هاي أكبر حرام في الدنيا ايش انه ميراب يلعب على لقب ليه لانه المفروض ميرابل يلعب على لقب ما بده لا بده لا بده لا بده طبعا بده طلع حكا ما بدي ما بدي أخدها من الجمين ستورنغ هو بستهلها لا قال بما انه الجمين برا أعطوني إياه قال لك عم بلعب مع مع فيرا عشان يهرب بني طلع الجمين ستيرلين قال لك لو أخدها ميراب أنا بطلع على المية ما بستهل بس لا أنا حببها كتير من هاي مش عارف ليش انت بتحكي كتير حببها بدي أخدها بلعب على لقب خلاص مش منيح للرياضة رب يرعب مش منيح للناس اللي بيحب بدهم يحضروا من 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 ناحية التسليح ما استطلع من على بيرا مينفاز ديفي جرانت فرانكي أدقر روب فونت دوميني كروز وبيدر مونيوز بس تهل بس لا أنا بقول أمالي بيفوز عليه بيفوز على تيتوفيرا نقاط بيجوز نقاط طيب حتى ممكن كي او مان صعب كي او صعب هو لأنه هداك راسهم مش راس راسهم ربع بيأكل بوكسات ولكنه فيه اشي صعب طيب هلا أكبر صدمة فعلا كانت أداء كالفين غاستلم مثل الزفت مثل الشحاطة مثل الزبالة شفت الوان تو تبعه كيف آه شو هاد آه فيه اشي بتكسس بالماء بالجو بالهوى ايمنوف المش بس الوان تو المصارعة تاعته كانت زفت تحت الصفر الزبالة تحت الصفر بريدي لدرجة انه بريدي لما كان فيه تغيير في الوضعية بريدي ما كان عم بيصارع ضده يعني لما كان غاستلم بده يعمله مثلا نسويب للشمال بريدي يروح شمال غاستلم يلف ويطلع على ركبه يروح ينطع ضهره يعني بريدي كان عم بلعب مصارعة زي ما احنا منشوفه بصلاة الجوجيسو يعني واحد عم بتسله ما كان واحد ما كان واحد عم بيعاني انه فاهم علي يعني هذا حزام اسود ضد حزام ابيض خمسة تيكداون شون بريدي زيرو غاستلم سبعة وتسعين سترايك بريدي عشرين غاستلم يا بيجيك واحد اللي شفنا مع عدسانيا وعطاك واحد من اجمل النزالات في تاريخ الرياضة كلها نقطة اخر السطر او بيجيك اللي ايجاك اليوم بس انا شكله زبالي بس شو كان ببالي فيش وسط شو كان ببالي انه قللك انت ستة شهر ولا سنة عم بتنزل وزن بدك عم بتجهج حالك لهال ويت ديفيجن فتخيل الواحد مثل هيك عنده الانضباط يقصر كل هالوزن يحكي انه هذا الزلمة منضبط له فترة جاء يكسر يستولي على كل الديفيجن هاي طلع شو شفنا تربى وهاي دلالة مش بس على مي قديش قوي شون بريدي بس بلالة محمد شون بريدي ولا حدا لمسه او قرب عليه او حاول يفوز قدر يفوز عليه غير بلالة محمد بلالة محمد مسح فيه الارض مسح في كرامته الارض شار شحو شار شحو شار شحو 16 صفر كان قبل ما يدخل الحلبة مع بلال عشان الناس تفهم شو هو بلال مشكلة بلال فاز عليه ستو عيكس اه اه عملوا كيس ملاكمة اه اه رأيي بالفعل هاي دلالة على قديش بلالة محمد قوي مصيبة قديش بلالة محمد قوي عشان ليك انا بقول لك انا براسي انه اذا لعبوا كلبي وليون وليون فاز بلال نيكست بلال بفوز اه انا ما برجح ولا حدا بهاي الفئة ما بخافع بلال من ولا حدا بهاي الفئة باستثناء واحد شوكت شوكت رحمانه اه غير ولا غير ولا نفسي يحطوه مع قلبي نفسي يحطو بلال مع قلبي لا يدبك عراسه ذبك يدبك لا يدبك عراسه ذبك تب تعرف مين نكس لشون بريدي مين جيلبرد بيردس حلوة هذا هو الامتحان الصح حلوة صح لانه جون بريدي هلا رقم 9 بسنتلوكو عنده عنده اي انجاري يكنصروا بعض عندهم لقاء بشي غير شفكت جيلبرد بيرنس بلال محمد تعطيه جيلبرد بيرنس تعطيه جيلبرد فهذا بلت جيلبرد عطوله هذا بنحط top 5 وشوكت عنده واندر بوي هلا شوكت شوكت هو خامس وواندر بوي سادس ايش ما يصير مش حيغير ونحطين بلال ثالت بلال ثاني تاني كامارو ووسمن وان وبلال ثو كامارو وان اه بعده كيف بعده بس خسر من على اللقاء من ليون ما عرف بس سيني حسيتم وصلها فترة واخر نزال كان 185 اه ما دخل ايش اه ما دخل ايش اه تو بلال وثري كلبي وفور جيلبرد بيرنس وفايف شفكت شفكت لحق ان شاء الله بس ما يحط بلال محمد شفكت تخيل واندر بوي يكوز عشان تكتفت على الموضوع لا تخيل يصدم العالم ويعملها تلك صعبة بس قلتلك رح تكون كومباتيتيب انت قلتلي حينبسح فيه الارض لا حيندبك عراص رسمي واش هكون فيها ولا ايش كومباتيتيب لو كانت كومباتيتيب نحكي نحكي هنحكي فيها بس هاي مش هتكون جايد ايام طيب مش هكون فيها اي نوع من النوع التنافس حياة كل كتل بتسوع امور طيب اللي قبليها شفنا كليغويدا يا اخي مع انه مقرف مع انه مقرف ومجنون وولا حبة وعمره 23 و 40 سنة مين بيحبش كليغويدا يعني كيف كيف ما تحب الصراحة نزال كان حلو هو حلو كليغويدا كل نزالاته نزال كان حلو بس ما نوش معنا ما نوش اي نوع من الامباكت على الدفجين pure entertainment كانت حلو كانت حلو وبعدين شورت نوتس كبال كليغويدا شورت نوتس حلو ودخلته على الاوكتوغون كانت حلو و اخي الكتلة وظلوا يضحك ورجع له عوض له اياها كانت معركة معركة كانت اه بس واضحة لخارج تاني جولة اخذها كليغويدا اه تاني يعطي اياها بس اولو تالت واضحة واكيم سلبا بس ما واكيم مفوض يدعس على داعس ما انت اسمها كليغويدا ما بندعس عليه هو جو واكيم مش واكيم مش واكيم فبرافو عليه قبليها شوفنا دستين ستولفوس فاز على بونا هالي سوريانو ها طبعا صدمة كتير انا بحبه ولا هولي كمان بس دعوس 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 جولة تانية خلص عليه بالخنق رير ناكد شوك اه معا صيبة هالي لسوريانو هاي صعب لسوريانو طيب نرجع شوية هلا على بريلمس عشان ما نضلش عنه كتير وايت احلى بريلم 2023 كودي برندج وزاكريس احلى بريلمس اجمالا احلى بريلمس في كل الفايت نايت اللي شفناها في حياتنا شو رأيك معاد النزال الاول كله عبعض امع بعض اقوى بريلم نشوفه بدون شوفت جارد جودن وتورمن شو هاد جودن كان عم بياكل كتل عم بياكل كتل عم بياكل كتل بالجولة الاولى عم بياكل كتل تقريبا راح تتوقف جولة تانية خلعوا بوكس فقط توازنوا وفاز عليه سمميشن مين كان في الكورنر تبع ويلنغتون تورمن مين كان في الكورنر بهيرة بهيرة فانت شايف البطل العالم الوزن الخفيف الثقيل طالع وزلمته عم بطعم التاني كتل اليوم الكتل احنا قلنا خلاص راح فيها كيف لفها هيك ما بتعرف طيب وفايت من احلى الفايت بكل السنة مين هاد هون اصلا رودولفو بيلاتو ضد ايهور بوتييريا اسألك سؤال بشرفك وكون صريح معاين انت قبل هاد النزال بتعرف مين هو هودولفو بلاتو باعرف بوتييرا بس انه باعرف هو هيك مين هادة هودولفو من وين جبوه هادة عشان هيك ما بعرفو هادة جايين من هادة مش كان على كونتندر هادة اللي شمط مرتزة تكر مرتزة ابو شعر احمر من بريف هادة شمط مرتزة شمط زعيم ليوم الشمط اه اه اذا ما حضرتوا هاي الفايت احضروها أودولفو بيلاتو ضد إيهور بوتييريا يا حبيبي يا حبيبي أخذت فايت آف دي نايت كل واحد فيهم أخذ خمسين أف دولار يا الله هاي كانت اثنين جايين يتبحوا بعض يا الله ما علاها كانت اسمع كابريلم وشوفت التو سلامز لورة بعض احنا قديش كسرنا مش شايفينهم مش راح يجبونهم راح شو هو الإسلام عشان يفهم فيه تفايتين وراء بعض خلصوا اللي هين دركار كولوس وجو سالكي صح وبعديها كودي برندج وزاكري ريس إسلام لما ترفع واحد عن الأرض يكون هو عم بحاول يركب آرم بار أو أو تراينجل أو whatever تتشيلوا هيك من رقبته أو من من صباحه وتخلعوا بكل قوتك على الأرض اللي هو يشمت راسه على الكانفس مع أنه طريش وليه الكانفس بس من قوة الضربة يغمع عليه فيه فايتين وراء بعض هي خلصوا أين بتأخمر وشوفنا إسلام صلي زمان زمان والتنتين دقيقة وأربعين ودقيقة وتسعة وأربعين في الجولة الأولى آرم بار لا أمسك وهيك أحمله بإيذك اللي هو عم بحاول يشلع لك إياها ودهب بس كودي برندج لما مسك زاكري ريس وخلعه هذه صدمة الموسم كانت صدمة السنة هنو حطين كودي برندج لزاكري ريس عشان يخسر آه كان undefeated ريس بعد لأنه كان خسران من مايكل أولجيشيك وروبرتو فييرا وسيدريكس دوماس انتصر عمالكون وهلأ أعطوه ريس فمش حطينه هو ويفوز برندج بس صدم العالم ودراكار كلوس يا الله احضروها دراكار كلوس وجو سولكي يا حبيبي مصبدي اللي مش إيشي يعني خلصت الدقيقة ونص فيش فايت تحضروه يا زرمي لو تجمع كل شي مع بعض كل الفايتات بطلعوش نص ساعة بطلع كلهم بريلم والمين كار بطلعوش نص ساعة آخر آخر فايت في البريلم دوستن ستولت فوسو بوني سوريهانو خلصت جولة ثانية اللي قابليها جولة أولى اللي قابليها جولة ثالثة اللي قابليها جولة أولى اللي قابليها جولة أولى اللي قابليها جولة ثانية اللي قابليها جولة ثانية اللي قابليها جولة ثانية اللي أول واحدة بفعلا جمعهم كلهم هبعاض بعملوش بعملوش نص ساعة هي أول واحدة اللي راحت 15 دقيقة بعدها 6 دقاية 9 دقاية دقيقة ونص دقيقة ونص دقيقة ونص دقيقة وربع بكل البريلم في ديسجن واحدة بس تخيل وبكل المين كارد في تين تين ديسجين إلها أي أبعاد هاي الدسجين بنامك جبت سيرتها مش تيت و جوليا مش تيت سيرتها الدسجين مين كانت الأول فايت هاي مل هاش دعم ميشا تيت و جوليا إلها أبعاد لأنه هاد بانتم ويت مالوش عمق فيها هلا تلعب على اللقب كمان فايت تلعب على اللقب اسم جدا كبير وبطل فيه أمثال روندا راوزي يخوفوها اماندا نونز وشو اسمه التاني شو اسمه التاني مين البوكسرزم شو اسمه اللي فازت على هولي هوم فبطلع لها صح حسنت ميشا تيت ممكن ممكن تستفيد الكثير من من هذا الأنتصار امان يعني طلع من فيه بانتم ويت جوليان يامبينيا راكل باننoin مايرا بوينوسيلفا كتلين فييرة هو لي هون بعضة موجودة ايانا سانتوس ميشا تيت رقم 12 تبع عن فوز فيه تلاب على اللقب ممكن اه ممكن حبيت انه فايت نايت ما كانت في الأيبكس شو صار بال وين فورتي فايف اي واحد خلص شو بتبعينو فيها مش موجودة حتى على الرانكينج المفروض خلص يتكنسلوها هاي الفئة تكنسلت اه هاد الصح شو بدك فيها اما انه الانزكانات البطلة يكمل سنة سنتين طول الوقت كانت البطلة ما لعبت ولا مرة يعني اخطت اللقب وما لعبت ولا مرة ما دافعت عن لقبها ولا مرة بها يا الفئة شو هالفئة شو هي هالفئة اللي انت ما بتنافس فيها وما بتدافع فيها عن لقبك فعلا 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 شموتنا واحدة عاوترو طيب شكرا يا شباب ويا صبايا طبعا كل احد او كل تنين وكل خميس راح يكون عندنا حلقة هاد الاسبوع بجيو تشوفوهم التلاتة لانه كان في عطل هون بالامارات يعطيكم العافية لا تنسوا تعملونا سبسكرايب وفولو على جميع منصات البودكاست طبعا على يوتيوب وطبعا اعملوا سبسكرايب لا تحضروا كل النزالات وكل الاحداث المرقمة وغير المرقمة لاليو افسي يعطيكم العافية ونشوفكم السواء جاي بيس موسيقى موسيقى